السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله جب لكم هذه الحلوة الاقتصادية والراقية في نفس الوقت بطريقة جد بسيطة أتمنى لكل يشاهد الفيديو الأخير وما تنسونيش باللايكات والأكيد التعليق وإذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس لتعسلكم للوصفات الجديدة نشوفوا المقادير وطريقة التحضير مع بعض نبدو بسم الله على بركة الله الحشو هو الأول الحشو هنا اليوم درته لكم بالكوكاو بطريقة اقتصادية كما تنجموا ديرو اللوس الكوكاو هنا راه مطحون متوسط خشين شوية معاها السكر المبلور العادي عندنا ربع كيلات تاع الكوكاو مع كيلات سكر عادي ربع كيلات مع كيلات سكر عادي راح مطحنوهم المرة الثانية مع بعض في الخلط أو في الطحان الكهربائية وهناي الشكل التاحهم لبعض لطحنتهم كما راكم تشوفوا هنا يرجعوا لفن ولا رقيق بزاف وتجانس كل المكونات هنا نقدروا لها كابية دينا باش نحموا هذك السكر ولا ندوبوه وهنا عندي لاغوم بتاع العسل ولا اي اغوم بغتوا تديروه يعني عاطر اللي بغتوا تديروه تدير نقطة فقط ونبدو نخلط هنا ونجانس كل المكونات كما تقدروا تديرو بشور ليمون ولا كما قلتكم العدد اللي بغتوها هنا نخلط وندخل المكونات بواسطة اليد هكا باش تخرجن بهذاك الحرارة يخرجن هنا هكذاك السكر يضوب شوية كما راكم تشوفوا ها هي كما راكم تشوفوه ونقسمتها على ثلاثة كما راكم تشوفوه ونجانس المكونات ها هي ها هي قدامكم الحشوة كيفاش بولت ما تلايم ما تلايم وشوية في اليد هدا مكان هنا نفوتو ونخدموها اليوم بالديول بدون عاجين هنا هي الديول ولا الورقة البسطيلة ها هي ها هي الجاهزة عفوا اللي تباع في المحلات هنا قسمتها على ثلاثة كما راكم تشوفوه اه نبدو نخدمو فيها ها هي الورقة عندكم طريقتين بيش تخدمو هاد النوع مليسيقا ها هي نوريهم لكم ولي تساعدكم انتو ما خدموا بيها هنا اخواتي نجيبو الورقة امامنا كما راكم تشوفو نحطيتها ها هي مقطع تهاشر رايها طويلة والحشو راه امامي نجيبو القليل فقط من الحشو ها ما يكونش يتلاعم يتباع تار كما راكم تشوفو ها هي ندير فقط ها هي نبعت راه على الورقة تاع الديول ونسقموه بالاصابع نخلو هنا هي من قدام شوية الاسباس ونقفلو هاد ونرجعو عليها في الوسط ها هي نتكلي نقسمو الورقة على اثنين نلفوها على بعضها ونجيبو ها هي بايد البيت ليعمل عمل غيراء كما تقدرو ما يكونش عندكم بايد البيت نخضموه بالفارينة والماء نخلطو الفارينة والماء يرجع عنا كما الاكل ونخضمو بها نجيبو بانسو ها هي ونبلعو اول شيء ها هي بيناتهم وتلفوها على بعضها استمحوا لي هنا ما بابلتكمش في الفيديو لكن عادي نعطيكم طريقة اخرى ها هي الورقة راهني قسمتها ها بشتعطيكم بزاف من الحبة في السيغاغ ها هي كاميراكم تشوفو حقسنتها على اثنين نبدأ اللفها على بعضها بعد ما حطت فيها الحشو ها هي ايضا تدروها خف خف وتكون عملية اكتر قضيتكم طريقتين باش تخضمو هاد الديول المورق ها هي اخرج لكم مورق ومحشي بطريقة رائعة هذا اخر موديل بتاع السيغاغ ها هي نحطوها في السنية تكون مرشوشة قلية هنا بالفرينة ولا فيها ورق الزبدة هنا كاميراكم تشوفون يديرها بزافة من الحبات ها هي بعد لي كملت ها هي كيفاش تكون طبقات باينة نجيبو ها هي الزبدة الدائبة ولا السمن ونحطو ها هي الزبدة على السيغاغ من الفوق نمسحها خفيفة نمسحها غاية نشوفو ما شاء الله التوريق شوفوا التوريق كيفاش راه باين وكيفاش الحشواره في هادك التوريق ها هي الآن غد ندخلها الطيب على درجة حرارة مية وتمانين ما تطيبش بزاف هادية حدها خمس دقايق تتحمر من الفوق و متحت في نفس الوقت لما عندها شفوق و متحت شعلة لها متحتها من بعد ملفوقها اكيد تاخد اللون الذهبي فقط ما فيهاش حاجة طيب ولا هادو كل ديول تتحمر هنا كما راكم تشوفو ها هي تحمرة النغاية حطتها هنا في طبسي شوفو ما شاء الله باش تقعدكم تقرمش على جانب هنا يميم دوبة شوكولات السوداء درت عفن بالحليب دوبتها وراني نقلاس في السيغار تاوين حطهم على ورق الزبدة دايما نقولكم الشوكولات خدمه في ورق الزبدة هنا على جانب عندي ايضا ديول هني حمصته في الكوشة ولا في الفرن ورحيتها بيضيها كفتتها والان غادي نبعد اللي جمدتلي شوكولات ونشفت نديرو هنا هاد الجوانب ونغمسها في الشوكولاتة ورفوتها في الديول اللي يكون هو تاني محمص احنا مدرت لعلى زبدة لوالو دخلتها في الكوشة هاكا وحمصتها هم بعد فتت تعفون بيضيها ها هو شوفوا الشكل نهائي نديرو لها خطوط من الشوكولات كما احنا مقدمتها في صحن التقديم تاكلوها بالصحة وهنا تجي بزاف مقرمت شاب بزاف شابة وشكلها رائع جدا والديول الدخل يقعدوا بهذاك الطبقات والقرمشة هنا يحتلوا تديروها في الكنجلاتيغ وتعودوا تجبدوها وتقعدلكم هذه القرمشة ما شاء الله عليها أتمنى الكل تجربوا هذه الوصفة ترجمة نانسي قنقر